جايين إزاي؟ إيه الهدف من الست بونت اللي جايين؟ ومنتخب مصر قادر أتحقيق الهدف ده ولا لأ من وجهة نظر؟ هقولك... انت دلوقتي ليبيا ستة وانت ربعة تلعب هنا في برج العرب وكاد سفر تلعب معهم هناك معلش أنا في الحتة دي باتحيز في حتة بأسلوب ممكن أكون أنا باتنرفيز فيه أنا مصر يا جماعة في إيه؟ أنا منتخب مصر مش... نعم منتخب مصر مع كامل احترامي كوائز كوائز يعني انت شفت منتخب مصر مع جولة وشفت منتخب مصر مع جبوة انت شفت إمكانياتك وشفت انت خرقت ورسمت الصورة للشارع المصر إزاي؟ لا أنا أقدر أغير ده كويس قوي ده هي هي نفس اللعيبة يقدر الراجل من وجهة نظر كابتن عام دلوقتي؟ لا أنا هاوصل لنا أحط الناس بس في الواز وعمل فريم من بره بس مش هقدر أضيف حاجة مش هاوضيف حاجة خالص مستحيل مهما كان مع عصص صحيح المواجهتين مع ليبيا رايح جاي صعبا من وجهة نظرة؟ ها طبعا أنا بالنسبة لي هو هنا هيقول لك أنا هو جاي بيفكر في حاجة أنا معايا بونت مش هفقده وهبقى متواجد أن أنا أخد التعادل عشان أسيطر على الأداء في ليبيا لوجود النجيل الصناعي أو نوجود الترتان زي ما بيقولوا أنا هنا ما عنديش لباديل غني أن المباراة واحدة بتتبق من هنا بالتلاتة بونت بتهيق لأن أنا أقدر أخد التلاتة بونت التانية بتوصلني أن أنا أقدر مفقدش البونت اللي هناك بس هنا أحقق اللي مطلوب مني الأول؟ في ظل الأسماء المختارة أفضل طريقة أفضل طريقة تلعب بيها مع ليبيا هنا وأفضل تشكيل يختاره كابتن عمر يمكن أنا تنقشت مع حضرتك فيها وإحنا في الفصل